هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا هو برنامج البعثة المحمدية برنامج الرسالة المحمدية العلوية إمامنا الصادق يقسم بالله سبحانه وتعالى من أن الآية هذه لم يأتي تأويلها بعد متى سيأتي تأويلها عند ظهور إمام زماننا والتأويل الأعظم لها في الدولة المحمدية الخاتمة في عصر الرجعة العظيمة هذه هي بعثة محمد الحديث الحديث عن بعثة تلاشت باستشهاد نبينا صلى الله عليه وآله في شهر صفر في أواخر صفر في السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة هذا كلام السقيفة بن ساعدة ما هو بكلام القرآن وبكلام العترة الطاهرة الصادق يقسم بالله من أن الآية هذه لم يأتي تأويلها بعد تأويلها معناها الحقيقي هذه هي الآية الثالثة وثلاثون من سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لم يظهر دين محمد صلى الله عليه وآله على الدين كله بل حينما استشهد لما قتل مسموما صلى الله عليه وآله ارتدت الأمة ولم يبقى على دين محمد إلا ثلاثة هذا المضمون واضح وواضح جدا في أحاديث العترة الطاهرة لا شأن لي بما تقوله سقيفة بني ساعدة أو بما يقوله هؤلاء الأغبياء في حوزة النجف لا شأن لي بكل هرائهم حديث العترة واضح وواضح جدا من أن الأمة ارتدت بعدما قتلت محمدا صلى الله عليه وآله الأمة هي التي قتلت محمدا قتلته مسموما الصحابة وبعض نساء النبي هذا حديث أئمتنا هم أهل البيت وهم أدرى بالذي يجري على سيد أهل البيت وبالذي جرى عليه هم الذين أخبرون من أن بعضا من نساء النبي مع بعض من كبار الصحابة قاموا بتسميم رسول الله صلى الله عليه وآله ليس الحديث عن هذا الموضوع الآية واضحة صريحة تشخص هدف البعثة فهل حقق محمد هدفه فكيف تقولون من أن بعثته قد انتهت ومن أن فترة رسالته وتبليغه قد انتهت الذي كان مقدمة بعثة محمد رسالة محمد مستمرة عبر الأئمة الأطهار إلى هدف هذه الرسالة في الدولة المحمدية الخاتمة في زمن الرجعة العظيمة موضوع الرجعة موضوع مفصل كبير يمكنكم أن تعودوا إلى برامج فلقد تحدثت عن الرجعة في مجموعة حلقات في برنامج الكتاب الناطق مجموعة حلقات الرجعة لا بد أن تعرفوا من أن مراجعكم في النجف لا يؤمنون بالرجعة أبدا وإذا ما وجدتم في كتبهم العقائدية أو في أحاديثهم حديثا عن الرجعة إنهم يتحدثون عن رجعة بعض الأموات زمان الظهور الشريف وهذه ما هي بالرجعة التي تتحدث عنها الزيارات الشريفة هذا حدث لا علاقة له بالرجعة هذه رجعة محدودة بمثابة مقدمة وتمهيد للرجعة العظيمة الرجعة العظيمة إنما تكون بعد انتهاء العصر المهدوي تبدأ تباشيرها وقمة الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية التي يكون محمد فيها حاكما والوزراء علي وفاطمة وحسن وحسين وسائر الأئمة المعصومين من السجاد إلى القائم أي دولة هذه هذه هي غاية البعثة المحمدية هناك تنتهي بعثة محمد أما هذا الهراء الذي علمنا إياه هؤلاء الأغبياء الذين يوصفون بأنهم آيات الله العظمى هذا الهراء من أن بعثة محمد قد انتهت في السنة الحادية بعد العاشرة من الهجرة هذا كله يخالف منطق القرآن ويخالف منطق العترة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره هذه اللام ماذا يقولون عنها في العربية هذه لام التعليل هذه لام التعليل يعني أن ما قبلها سيكون بمثابة علة للذي يأتي بعدها فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله لم يتحقق من هذا ولا واحد بالتريليون فكيف اكتملت بعثة النبي متى في زمانه لم يتحقق هذا حينما استشهد مسموما ارتدت الأمة وبعد ذلك قتلوا فاطمة وحاولوا قتل علي أيام السقيفة وبعد ذلك قتلوا علي أفليس هذه الأيام أيام شهادته وقتله صلوات الله وسلامه عليه وقتلوا حسنا وحسينا قتلوهم جميعا أمة خائبة ضالة ليست مرحومة الأمة المرحومة لها مواصفات معينة لا تنطبق على هذه الأمة التي تقول من أنها أمة محمد حتى الذين يقولون نحن من شيعتهم أية شيعة والعقائد عقائد سقيفة بن ساعدة أية شيعة والثقافة ثقافة سقيفة بن ساعدة أية شيعة والقرآن يفسر وفقا للمنهج العمري وتنقض بيعة الغدير التي اشترطت على الذين بايعوها أن لا يأخذوا التفسير إلا من علي وآل علي فقط ماذا فعل مراجع حوزة النجف المشؤومة أن أنكروا تفسير علي وآل علي تفسيرهم موجودة خطباؤهم يتحدثون على المنابر أليس الوائلي ناطقا رسميا عنه يتحدث عن عقائده ماذا يتحدث الوائلي على المنبار أكثر من تسعين بالمئة من حديثه هو حديث النواصب من كتب النواصب مع جهل مطبق في حديث العترة الطاهرة فأي شيء يذكر من حديثهم ينكره ولا يعرف مصادره وهذا هو الذي توجه مرجعية السيستان وغير السيستان الشيعة إليه هذا هو واقع الشيعة اليوم وحتى في الزمن الماضي هذا الواقع السيء استمر من اليوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء هذه لام التعليل ليظهره لام التعليل من الأدوات الناصبة تدخل على الفعل المضارع فتقوم بنصبه لبيان معنى العلة في ذلك في الجملة ليتضح التعليل فيما بين ما يسبق هذه اللام وما يأتي بعدها فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وهذه الرسالة هي المحمدية العلوية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنا أحدثكم بشيء من عندي أنا أحدثكم بكلام من كتب اليهود والنصارى أنا أحدثكم من القرآن من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذه الآية تتكرر في الكتاب الكريم ولم يكن تكررها جزافا إذا ذهبنا إلى سورة الفتح في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة الفتح هو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الألفاظ هي هي الاختلاف في نهاية الآية وكفى بالله شهيدا هنا في سورة التوبة ولو كره المشركون هذا هو ذيل الآية أما جوهر الآية هو ففي سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وفي سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما في سورة الصف فإن الآية التي وردت في سورة التوبة وردت بنفسها هذه سورة الصف الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الآية بعينها تكررت هذا التكرار لم يأتي جزافا وحين جاء مكررا لثلاث مرات فهذا التكرار المثلث يؤكد المعنى تأكيدا قطعيا فبعثة محمد هذه غايتها ولم تنتهي إلى غايتها بعثة محمد لا زالت مستمرة ورسالة محمد لا زالت متواصلة إنما عبر القرآن عن كمال الدين وتمام النعمة بعليا صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل قد نسخت بمرحلة التأويل وهذا ما سيأتي بيانه في الشأن الثالث لا أدري هل يكفي الوقت أو أن الموضوع سيؤجل إلى حلقة يوم غد وهو أخطر موضوع أخطر موضوع في ديننا موضوع التنزيل والتأويل أخطر موضوع لذا أتمنى أن تنتبه إلى أهميته فهو موضوع دقيق ومهم جدا النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم أنا محمد على التنزيل فالدين انتقل من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل وهذا ما فشل فيه مراجع النجف لقد أبقوا أنفسهم وأبقوا الشيعة محبوسين في مرحلة التنزيل جريا على ما قامت به سقيفة بن ساعد هذه مشكلة النجف مشكلة النجف مراجع النجف حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل لم يخرجوا إلى مرحلة التأويل ولذلك سيحاربون صاحب الزمان وسيتأولون عليه كتاب جده سيتأولون عليه دينه تأولاً وليس تأويلاً التأول شيء والتأويل شيء هذا موضوع نأتي على بيانه وقد عقدت له البرامج المفصلة في السنوات الماضية وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية سأعود إلى موضوع التنزيل والتأويل هو أخطر موضوع في حياتنا الدينية إن بقي وقت سأحدثكم عن جانب من فإن لم يكن سأترك الحديث إلى حلقة يوم غد إنها شؤون النبوة الخاتمة هذه هي صحيفتنا الرابعة من صحائف العقيدة السليمة هنيئاً لي ولكم ونحن نعيش في أجواء العقيدة السليمة من لباب ثقافة الكتاب والعترة بعيداً عن قذارات سقيفة بني ساعدة وبعيداً عن قذارات سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجف فالآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف هي بنفسها الآية التي جاءت في سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فمتى ظهر دين محمد صلى الله عليه وآله على الدين كله متى إذا كان الشيعة أنفسهم الذين يقولون من أنهم على دين محمد وآل محمد ما هم على دينه إنهم على دين مراجع النجاف هذا الدين الذي استنسخ بشكل مشوه وجاء مسخاً وسخاً عن دين سقيفة بني ساعدة القرآن ماذا يقول هذا هو شهر القرآن تدبر في آياته القرآن في سورة سبع في الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة من سورة سبع وما أرسلناك إلا هذه إلا وما بعد إلا سيكون المعنى واضحاً وما أرسلناك إلا كهفة للناس بشيراً ونذيراً هل تحقق شيء من هذا ماذا تقولون أنتم رسالة محمد مستمرة الذي جرى في مكة وفي المدينة بعد الحجرة إلى زمان بيعة الغدير إلى زمان شهادة محمد صلى الله عليه وآله كان مقدمة لبعثة محمد مقدمة لرسالة محمد بعثة محمد الحقيقية ما بدأت ما بدأت ثقافتكم عن محمد ثقافة ناصبية إنها ثقافة مراجع النجف وثقافة مراجع النجف هي ثقافة سقيفة بني ساعدة ما الفارق بين ثقافتكم وثقافة النواصب قولوا لي ما هو الفارق ما هو الفارق ونحن عندنا معصومون قتلوا لأجل هذه الثقافة في النتيجة تكون ثقافتنا وثقافتهم على حد سواء إلا في بعض النقاط هي خبائن هذا الذي أنتم عليه هم لا يملكون شيئا من محمد صلى الله عليه وآله إنها افتراءات الصحابة وجهلهم وأكاذيبهم ونحن عندنا معصومون من معصوم إلى معصوم كل الذي عندهم عشر سنوات قضاها النبي في المدينة وبعد ذلك قتلوه ونحن عندنا نص ديني معصوم يستمر إلى سنة 329 ثلاثمية وتسعة وعشرين سنة إلى أن وصل آخر كتاب من الإمام الحجة إلى علي بن محمد السمري في شعبان سنة ثلاثمية وتسعة وعشرين نحن عندنا ثلاثمية وتسعة وعشرين سنة يسوسها معصومون وبالتالي تكون ثقافتنا كثقافته أي عقول عندكم احترموا عقولكم ونظفوها من هراء هؤلاء الأغبياء في النجال نظفوا عقولكم من قذارات هؤلاء وأقبلوا أقبلوا إلى هذه الثقافة أنا أوجز لكم الكلام صدقوني ما أعرضه في هذا البرنامج هو شيء موجز مقتطف مختصر لأنني إذا أردت أن أتوغل في التفاصيل وأن أسبر الأغوار سأحتاج إلى وقت طويل أتمنى أن أمتلك هذا الوقت فأنا لا أخفي هذا تقية ولا أخفي هذا مدارة أجد وظيفة أن أصدع بالحق لأن الثقافة الحق تحارب من قبل مراجع النجاف وفي زماننا تحارب بشكل واضح من مرجعية السيستاني وأتباعه تحارب من قبل الأحزاب الشيعية وتحديدا من قبل حزب الدعوة ثقافة الحق تحارب من قبل هؤلاء في أجواء السياسة وفي أجواء المرجعية وفي كل مكان والنجاف تصدر لكم خطباء حمير لا يفقفون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة الفضائيات فضائيات تصدر الثقافة المستدبرة الفضائيات السيستانية الشرازية وسائر الفضائيات الشيعية الأخرى يصدرون الثقافة المستدبرة ويعلمونكم أن تكونوا عبيدا وحميرا عند عجولهم عند هذه العجول البشرية هذا هو الواقع الذي يجري عليكم أما أنا أن تستفيقوا أما أنا أن تنتبهوا أما أنا أن تكلعوا ثياب الاستحمار هذه التي ألبسوكم إياها هذا القرآن واضح وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون عظمة بعثة محمد يصورون بعثة محمد بهذا التصوير السخيف الذي تصوره سقيفة بني ساعدة وركض مراجع النجف الأغبياء السفهاء وراءهم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لو لجأوا إلى محمد وآل محمد لعلموا ولذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين حين يحدثهم عن علي وآل علي لا تعلموهم لماذا فإنهم أعلموا منكم هم العلماء تعلموا منهم لا تعلموهم مراجع النجف من أين جاءوا بعلمهم جاءوا بعلمهم من الشافعي من الأشاعرة من المعتزلة من الصوفية من الفخر الرازي من سيد قطب من هنا جاءوا بمعلوماتهم كتبهم مشعونة بهذه القذارات ومنابرهم كذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا منطق القرآن هو الذي يحدد لنا بعثة محمد صلى الله عليه وآله ليظهره على الدين كله على الدين كله عند الجن والإنس النبي مبعوث إلى الجن والإنس وإلى كل العوالم ماذا نقرأ في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنبياء صريحة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين العالمون هذا جمع معرف بالألف واللام جمع مذكر سالم معرف معرف بالألف واللام حديث عن جميع العوالم مثل ما نقرأ في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هل هو عالم واحد هل هم بن البشر العالمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه رسالة محمد فهل وصلت إلى كل العوالم قطعا هناك عوالم وصلت إليها رسالة محمد هناك جانب سري في رسالة محمد نحن لا نعرف عنه إلا ما ورد بشكل إجمالي في أحاديثهم هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان مؤمن الزائر القارئ مؤمن بسركم وعلانيتكم هناك سر وهناك علانية السر والعلانية غير الظاهر والباطن فالسر فيه ظاهر وباطن والعلانية فيها ظاهر وباطن حين أقول مؤمن بظاهركم وباطنكم مؤمن بسركم وعلانيتكم قد تلتقي هذه المضامين في بعض الجهات ولكننا إذا توخينا الدقة في التفسير فإنني حين أقول مؤمن بسركم وعلانيتكم هذا الكلام غير ما أقول مؤمن بظاهركم وباطنكم فالسر له ظاهر وباطن والعلانية لها ظاهر وباطن هناك جانب سري في حياة محمد وآل محمد هناك الوجه الأسراري مثلما هناك الوجه الإعلاني هناك وجه معلن وهناك وجه سري وزيارة تشير إلى هذا المعنى الروايات حدثتنا عن تواصل لمحمد وآل محمد مع العوالم الأخرى في الوقت الذي يكونون موجودين بيننا أفلا يتواجدون في الأماكن العديدة والروايات دالة على ذلك أنا لا أريد أن أخوض في هذا المعنى هذا المعنى واسع وواسع جدا قبل قليل قلت لكم إذا أردت أن أفتح هذه الموضوعات فأنا بحاجة إلى وقت طويل جدا الروايات حدثتنا عن الوجه الأسراري قطعا ليس بالمقدار الذي حدثتنا عن الوجه الإعلاني لمحمد وآل محمد لكننا نستطيع من خلال قواعد تفهيمهم أن نستكشف الحقائق من القرآن المفسري بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية بني طوسي بني نجاف مؤمن بسركم وعلانيتكم في الوجه الأسراري لرسالة محمد صلى الله عليه وآله فإنه يتواصل مع العوالم بحسبها لكن هذا المعنى لم يتحقق في كل العوالم على الأقل أمام أعيننا في الحياة البشرية لم يتحقق هذا المعنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو مبعوث للجن والإنس ولسائر العوالم الأخرى على الأقل فإن القرآن حدثنا حدثنا كثيرا عن بحثة نبينا للإنس والجن وعن العوالم الأخرى حدثنا بالإجمال وهذه الآية من الآيات التي تتحدث عن هذا المضمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه الرحمة متى تتحقق تتحقق تباشيرها عند يوم الخلاص حين يقبل الغضنفر العلوي من الحجاز إلى العراق وهناك هناك بين النجف وكربلاء يخرج مراجع النجف وأصحاب العمائم لقتاله صلوات الله وسلامه عليه ألا تأسى لهم ألا خيبة لحظهم العاثر ما هو هذا الدين الذي عليه مراجع اليوم هو الذي سيؤدي إلى تلك النتيجة في زمان الظهور لهذا أنادي فيهم وهم يعرفون صدق ندائي لكنهم لا يقبلون لا شأن لي بهم فليذهبوا بدينهم إلى الجحيم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر